صباح الخير او مساء الخير عليكم ايا كان الوقت اللي بتسمعه في الفيديو برحب بالكل المشتركين معي في القناة كمان برحب بالمشتركين الجديد وبقول لكم اهلا وسهلا وبقول لك لو انت لسه جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يمسلكو كل جديد اه القناة تكبر بيكم وليكم وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية اه هنقول النهاردة القراءة العكسية لموريد برج الجدي انا شايفة طاقطق هنا اه انا شايفاك عندك مسئولية جيرة جدا مسئولية جبيرة جدا فوق طاقطق وفوق احتمالك اه تعبان يعني حاسس ان انت شايل حملة شايل اه هموم او شايل مسئولية بالفعل يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها انت في الوقت الحالي حاسس انها تقلت عليك جدا اه كمان شايفاك في حاجة عملتها او في حاجة بانتها او في حاجة قدمت فيها لكن مخدتش منها مقابل انت قاعد نستني قاعد نستني اللي انت عملته ده اه نسكته هتكون ايه اه كمان شايفاك حذر شوية في الفترة جيه قاسل على عمل يعني مش عارج انا بكلم هنا المتزوجين يعني اه خايف كده وقلقني الحاجة او مش مجد الامان شوية اه هنشوف دلوقت ان ايه انا عاملة جزء اين اه جزء ايه هنا بتاعك وجزء النحية دي للصرف اتنين اه شايفوا علاقة الزواج دي اه يعني فيها ايوة شوية حب فيها حب من الثرافين اه لكن العتاب فيها كتير المشاكل فيها كتير الحيرة فيها كتير يعني مش يعني وقت الحب فيها اه شوية ضغرين او شوية ضغرين او شوية يعني محتار في الطرف التاني او في حاجة مش فاهمها او مش عارفها عنه او في حاجة عايز يتأكد منها اه انت ممكن تكون يا برج الجادي انا شايفك عايز تمشي ممكن تكون عايز تمشي عايز تبعد اه بكلمش شايفة بعض الزعل انا شايفك اه عايز تفكر مع نفسك عايز يعني عايز تلاقي حل عايز تشوف اه ترجع بحاجة افضل يعني انا شايفك انت عامل كده يا برج الجادي عايز تمشي عايز تبعد بس مش اه بس مش وانت زعلان يعني اه شايفة كمان هنا التواصل في الافكار او في الا يعني او في الكلام او كده شايفة في عنف شوية منكو انتو شايفة في عنف شايفة في عتاب ومشابات كتير جدا اه شايفة في اختلاف كمان ممكن تكونوا ثمين مختلفين عن بعض شايفة في اختلاف اه بعضكو ممكن يكون اه بيخبي علاقة يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها ده هيكون للبعض مش للكل برج الجادي بيخبي علاقة بيحاول يبسع عن نفسه اه فيها لكن شايفك اه شايفك هتاخد قرار قريب ان شاء الله يعني شايفك هتاخد قرار اه بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاصفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر ان انت يكون ليك رأيي ليك كلمة انت اللي بتتحكم بس مش هتزنهم الطرف التين يعني انت ثنيتك انك اه اه انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك لكن ما من غير ما تزنهم خده ده تفكيرك انت لكن انا شايف عتاب كثير بس ممكن يكون بعض العتاب ده في صلحه وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكو اه دي علاقة زوجية قديمة عن حب اه اه لبعضكو كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده شايفك في حاجات مش فهمها يا برج الجادي ده بالنسبة لوضعك انت الطرف التاني بقى الزوج او الزوجة اه يعني انا شايفة انت مع طرف متحفز شوية اه عنده فعلا شوية همود اه فيه بتحفز بس الطرف ده تعبين يعني الطرف ده تعبين متضايق اه ممكن من البعض اه الطرف التاني يكون متاسر او يكون بيفكر في السفر او تكونوا من بلاد مختلفة اه في وضع انتو فيجنسوا في الوضع ده فيجل متعلق لفترة اه او هو بالنسبة للطرف التاني هو فيجل متعلق معك في وضع من فترة لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت او مستني انك تقدم حاجة وانت مقدم تهيش والوضع ده متعلق وانت واقف عليك يعني او هو شايفك كده دي نظرف الطرف التاني بالنسبة لك اه في حب اه في حب علاقة روحية في علاقة روحية لكن في حزن في حزن في جمود في وضع متعلق في خسارة فيه موت كمان في حد قلبه مقصور ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مقصور منك يكون حاسس ان انت خدعته ممكن تكون القراءة عكسية لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قراءة يعني عايز يحسم المسألة دي انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين في مسألة في علاقتك هو محتاج ان هو يحتمها ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر اه محتاج يفكر بحكمة اه او محتاجك انت تفكر اه يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة محتاجك تشوفها بشكل تاني اه هو شايفك كمان حد كويس يعني هو بيشوفك حد كويس بيشوفك حد ناجح بيشوفك حد ليه مستقبل بيشوفك حد عملي او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها عندك طموح عندك يعني قدرات خاصة بان استحقق ان انت عايزه اه كمان بيزبط لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة بيشوفك مستقلة بذيتك انا شايف عندك حاجات كتير وميزاتك كتير حلوة وفيه حب كمان لكن فيه واجعة كتير جدا في العلاقة دي فيه واجعة كتير فيها انه فيه حفاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين اه يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك اتكلم مع طرفك تاني قول اللي في قلبك قول اللي انت بتحس بيه ليش طول الوقت تفضل اه مخبي او كاتم او مش عايز اه او مش عايز تبين لا اظهر مشاعرك اتكلم اه يعني اوصلوا مع بعض الحاجة في نفس الوقت يعني اه استعمل الحكمة يعني مش شوفه عشان تظهر مشاعرك انك اه يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهوج او انت بترمي نفسك لا كل حاجة ممكن تسترف فيها وتعملها مضبوط وتعملها بحكمة قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك اه بشكل اه انت تشوفه ان هو يليق بك اه ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تفتشير حد اه ممكن تبقى الحد او اه انت في حاجة مش بتظهرها ممكن انت انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجزء اه الكروت هنا بتزنسحك انك تظهر عواطسك هنا برضو يعني اه شايفك مقدم كسك بس فادي يعني ما فيوش اي حاجة لكن انت عندك حب اظهر العواطس دي باينها كمان هنا انت قاتل على نفسك وقاتل كده على كل حاجة جوا حدنك مش نباين اي حاجة لأ اظهر كل حاجة اه الثقات اللي موجودة معي في القراءة موجود معك الطاقة المائية اه موجود معي في الطاقة الهوائية وايه اي مرية مش كتير اويان اه الابراج اللي موجودة شايفة عزراء شايفة حمل اه شايفة شايفة فور شايفة اه ايه تاني اه شايفة سرطان شايفة جوزاء شايفة قوس اه شايفة اسد دي فقط ودي الابراج اللي موجودة معي او في جوزاء اهو هنا تاني في اسد هي دي الابراج اللي موجودة معي يا برج الجدي في القراءة للمتزوجين ونروح للمنفصلين والمطلقين كراءة المنفصلين والمطلقين هنقيمها اه ثلاث مراحل ماضي خاضر مستقبل ونصيحة وهنشوف كمان ايه اه اه شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه علشان لو حد بيسأل عن رجوع اه الماضي بالنسبة لات برج الجدي منفصلين ومطلقين هقولك طاقتك الاول في الفترة دي اه انا شايفة طاقة الانفصال طاقة انتهاء علاقة بالفعل يعني اه شايفة بعضكم ممكن يكون لسه بسس على الماضي او لسه نستني رجوع علاقة من الماضي اه شايفة جرح كبير جدا في القلب وممكن يكون في انفصال او في طرف تالس في الموضوع او يكون الانفصال بسبب كده اه الاول انا شايفة انت في الماضي برج الجدي اه يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة علاقة حب سعيدة اه فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل الطرف تالس والقراءة دي تتقل لموجودة قدامي يعني ممكن يكون ده عند البعض ومشارط الطرف التالس يكون اه حب يعني او شخص تالس يعني ممكن يكون اي اطراف اه يعني شايفك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي انت عانيت كتير جدا ممكن بعضكم يكون بيتعابل مع شخص متافر او من بلد تانية او اه او ثقافة تانية غيره يعني فيه اختلاف بينك وبين الشخص الثاني اه اه اختلاف وفيه بعض ممكن بعضكم فيه بعض في المسافة لكن انا شايفة فيه في العلاقة دي في الانتصال ده طرف تالت بجدارة في الطاقة وفي الكراقة فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا شايفكم تعبان بتعيني جدا من العلاقة دي ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد او او صعبك ده بسبب ان الطرف الثاني قرر فجأة اه ان هو يبعد اه وينهي العلاقة دي يعني انا شايفة علاقة زواج اه منتهية وممكن ما تكونش كانت زواج لكن في عندي هنا كتير زواج اه اه في الوقت الحاضر بنسبلك انت لسه بتفكر في ماضي لسه بعد دقاء اه ممكن يكون فيه انفصال لكن مفيش اه صلاة اه لسه بتفكر اه برجوع لسه بيعني بتقول انه ممكن اه يعني يعني عندك الزواج لد يعني انت عندك هنا بنسبلك انا شايفات في الاول في وقتنا ده انت متكثف انت افي وضع اه مش شايف حاجة مش قادر تااا اه تقدم خطوة ولا تااخر ولا تكترف ولا تعمل حاجة انت في وضع في وضعك الحالي انت متكثف ومقيد مش قادر تعمل حاجة كمان شايفك يتدفع عن نفسك ممكن تكون بيدفع عن حياتك ممكن تكون انت مصمم ان العلاقة ما انتهجش. اه مصمم انك ترجع الطرف الثاني فيه هنا برضو الطرف الثالث نفسك موضوع. اه فيه هنا برضو عندك في الوقت الحاضر. اه دي يعني هدم علاقة لزي صور. دي هدم علاقة. يعني علاقة خلاص هي انتهت. اه كمان عند بعضكم هي انتهت باسلوب مش حلو. يعني الطرف الثاني او انت وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف الثاني لما نهل علاقة يا برج الجزي كان بطريقة يعني لما ميشي ميشي بطريقة مش كويسة. هد المعبد على اللي فيه وميشي بشكل مش كويس. بالنسبة للمساطلين والمطلقين اه يعني يعني بعضكم الطرف الثاني ده او انت يعني كم نسيطر عليه طاقة اه طاقة خبيسة طاقة قوية مسيطر عليه شهواته ورغباته اه يعني ما بسش لاي حاجة ما عملش حساب اي حاجة كل اللي مسيطر عليه اه شطانه. يعني هو ماشي شطانه بس هو اللي مسيطر عليه وان هو ينهي العلاقة بيه. شايفك اه بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفك مكتئب منعزل اه بتبص على خسارة اه لكن على فكرة انتو عندكم خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله من ناحية العلاقة. اه شايفك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه لاني دي كراءة الحاضر. كتير حذر كتير بتحافز يعني على نفسك على مشاعرك اه او تكون بتدافع عن نفسك تكون اه مستهم بحاجة او حد بي اه بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك. اه قاتل مشاعرك خالص اه ممكن يكون بعضوكم اه ديله رجوع ورفض. يعني رفض الرجوع بالزات العلاقات اللي فيها اه علاقة ثلاثية. انا شايفك هنا قاتل على نفسك خالص اه شايفة في الوقت الحاضر فيه بلوكات بلوك 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 كتير. اه ورفض للترس الاخر او رفض الترس الاخر ديك يا برج الجزء. المستقبل بتاعك عنقول الطاقات الموجودة الاول عشان انا دايما بنسى الطاقات بندمك في القراءة وبنسى الطاقات. انا شايفة معيك في القراءة دي طاقة آآ نارية مائية آآ هوائية كمان آآ شايفة آآ وترابية كل الطاقات موجودة. كل الطاقات موجودة معيك في القراءة برج الجزء. آآ الابراج اللي موجودة شايفة الترسون شايفة الميدين آآ شايفة العقرب وشايفة الحمل الصور الجزء الطاقة بتاعتك وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج من برج الجزء. آآ لو شفت حاجة تانية هقوم. لكن هي دي الابراج اللي انا شايفها حالية قدامي. والجوزاء والقور. دول حالية. لكن كل الطاقات موجودة. آآ نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفك يعني انت في عندك علاقة حب. جاي لك. علاقة حب آآ آآ لكن يعني ممكن تكون تقليدية. او ممكن تكون هترجع العلاقة من الماضي تاني. او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب. والعلاقة دي هتكمل بس. انا شايفك آآ يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية. يعني مش مش مزي الامان قوي او في حاجة مش واضحة بنسبالك. هي علاقة حبه هي متبادلة على فكرة لو بتسأل هي متبادلة من الثرافين. لكن انا شايفك انت حذر ممكن ده يكون بسبب آآ حاجات انت تعرفت لها في الماضي فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفك عندك غموت شايفك حذر شوية في العلاقة. وده ممكن يكون من ناحية الصرف التاني معاك. او اللي هيكون معاك في العلاقة. لكن هي علاقة حب متبادلة آآ شايفة كمان آآ يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر آآ آآ ندوك فكري وعقلي اكتر آآ يعني بسبب كل الحاجات ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا عجلة الحظ هنا هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده. يعني انت هتفكر بعقلي جدا آآ كتير في المرحلة اللي جاية هتكون منعزل هتكون بتفكر كتير كل امورك آآ بالعقل والحكمة هتحكمهم اكتر من العاصفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. آآ يعني شايفك ثابت ثابت في الفترة اللي جاية وانت اللي بتكرر وانت اللي بتختار عندك آآ يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية آآ مش هتكون خايف على حاجة مش هتكون خايف على حد آآ يعني بتتصرف بعصوية في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليك. لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم آآ حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالث او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة يعني هد الدنيا بشكل مش كويس انت شوية هتكون حزين او زعلين على حاجات انت عملتها في دي قدمتها واخترت فيها يعني. آآ بعضوكو فيها عندك قمنية نفت تحققها ومتحمس قوي لتحقيقها وان شاء الله القمنية دي موجودة عندك هتتحقق وممكن دي. شكرا لكم. ترجمة نانسي قنقر